هو الحل للأنسب حالياً وإحنا سمعنا أنه قبل ما أجيك للستوديو أنه سمعت أنه عاجل اجتماع اجتماع وممكن يوم الخميس هذا طبعاً الاجتماع يعني رح يضري به واحد من الإعلاميين وأحد المواقع ما رح يوضحون إحنا بكل الأحوال إذا الله سبحانه وتعالى صعدنا بالبطاقة الثالثة رح تجيك لوسرغالي لليابان النوق بوراها رح يجيك الكونككاف إذن صعبة جداً حالياً فريقنا يحتاج أمور نفسية بحتة أعرف شون أتعامل ويا اللاعب المخترب واللاعب المحلي وهاي محد ينفذها غير المدرب المحلي الأسماء المطروحة كلها ممتازة وكلها يستحقون وأنا سمعت مطروح الكابتن أيوب الكابتن راضش نيشي الكابتن يحيي علوان غني شهد لابد أن يقال بيتروفيتش ونقل له ما قصرت وبرك الله بيك وإحنا بلدنا هذا ولاعبيننا وشعبنا واللاعب يعرف شون يتعاملوا المدرب المحلي نفسياً وإدارياً وفنياً قبل أن أذهب إلى الاتصال كابتن أنت مدرب وتعرف حتى اليوم إذا تروح للجوية شهرين ثلاثة ويطلعوك ويجيبون غيرك ما رح يستقرون ماكو استقرار إحنا المنتخب تروح للزوراء نفس الشي تروح للديواني إحنا المنتخب الوطني ما جاي يستقر ماكو استقرار اليوم يا أما أسد إذني وما أسمع لا فلان برنامج أشغال ولا يعني هاي السوشال ميديا أشغالت ولا كابتن سمر أمشي بنهج ونخطة نخطة كل شي مهمة هاي للأخوان أنا أخوكم يعني الزغية إنه المدرب اللي يجي شرط المدرب المحلي شرط مخافك عالي كابتن سمر ماكو تدخل لا من كابتن عدنان ولا من يونس ولا من كل ما هذا لازم يسير الكادر التدريبي هو اللي يخرج هاي أنا أحكي لك وأتحداهم ويروحون باتجاه راضي شنيش هاي أحكي لك أتحداهم أحكي لك هاي أحكي لك هاي مصلحة بلد تمام